تفقد محافظ القهرة خالد عبد العال تسكين موطني مناطق الويلي ورود الفراغ والمطرية والمرجو الشرابية بمشروع المحروسة بحي السلام ثاني حيث جرى تسكين 1753 أسرة حتى الآن أكد المحافظ أن إجراءات نقل الموطني للمساكن الحضرية الجديدة تمت بعد دراسات مستفيدة حيث كان الهدف هو نقل المواطن من مكان غير لائق به أو مهدد لحياته إلى مساكن مؤثثة بالكامل ويتوفر فيها كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة له يعني خطس الدولة لما حددت الأماكن اللي هي الغير مخططة أو المناطق اللي بنو عليها إلى حد ما عشوائية الدولة في نفس التوقيت قمت بإنشاء المشروعات اللي هتم بنقل المواطنين إليها أحنا قبل ما بنعمل الإزالة وبننقل المواطنين هناك بيكون عارف هو متحدد من خلال لجان معينة متحدد هو رايح أنهي مشروع وبيستوفي الإجراءات ودائما بتاخدش ساعات في نفس اليوم وبيتم بنقله وتسكينه للوحدات السكنية نحن النهاردة تحديدا يعني يمكن بنشتغل في ثلاث مناطق وهي مناطق رود الفرج ومنشية ناصر والسبل عنطر في مصر الأديمة كل مواطن في هذه الأماكن معروف أنه هيسيب المكان اللي هو فيه وهيجي الوحدة السكنية الخاصة بيه في المشروع المحدد ليه تبقى لخطة الدولة اللي يعني أنشأت هذه المشاريع فيها ما فيش مواطن هيبه موجود طبعا يعني في هذه المناطق ملوش سكن بديل في المناطق العشوائية التي تم إنشاءها